اشتركوا في القناة اكد رئيس البرلمان العربي أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان العربي وكانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جينيف مضيفاً أن الاجتماع المشترك مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى والمعنية بمكافحة الإرهاب هي إحدى ثمار هذه الزيارة ويمثل خطوة إضافية هامة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال مشدداً على حرص البرلمان على تعزيز هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين من جانبه أوضح السيد لوباتكا أن هناك العديد من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي في مقدمتها أليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف